السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة نشرح الدرس التمهيدي للوحدة الأولى التفاعلات الكيميائية الدرس بعنوان نقاط هام صبق دراسته في الأعوام الماضية أول حاجة معانا الفلزات واللافلزات الفلزات بتتميز باحتواء مستوى الطاقة الخارجي لزراتها غالبا على أقل من أربع إلكترونات أما الفلزات بتتميز باحتواء مستوى الطاقة الخارجي لزراتها غالبا على أقل من أربع إلكترونات بعد كي سلوك زراتها أثناء التفاعل الكيميائي الفلزات تميز زرات الفلزات إلى فقد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي لها فتتحول إلى آيون موجب وخذنا بعد كي تعريف الآيون الموجب الزرات عنصر فلزي فقدت إلكترونات أو أقصر أثناء التفاعل الكيميائي أما اللافلزات فتميز زرات اللافلزات إلى اكتساب إلكترونات من زرات عناصر أخرى أو المشاركة بها فتتحول إلى آيونات سالبة وتعريف الأيون السالب ظرة عنصر لافلز اكتسبت إلكترونا أو أقصر أثناء التفاعل الكيميائي بعد كده درسنا مع بعض تكافؤ عناصرها في الفلزات بيساوى عادة الإلكترونات التي تفقدها الظرة أثناء التفاعل الكيميائي أما اللافلزات بيساوى عادة الإلكترونات تكتسبها أو تشارك بها الظرة أثناء التفاعل الكيميائي هنا أمثلة بالنسبة للفلزات عندنا عنصر السوديوم زارة السوديوم N1123 هنا توزيع بتاعها 281 بتفقد واحد إلكترون في التحول إلى آيون سوديوم موجب يحمل شحنة موجبة واحدة وعبق التوزيع بتاعها 28 آيون سوديوم موجب يحمل عشر إلكترونات بالنسبة للفلزات عندنا زارة الكلور CL1735 السبعتاشر توزيع 287 بتكتسب واحد إلكترون فيتحول إلى آيون كلور ساليب يحمل شحنة ساليبة واحدة وعبق التوزيع بتاع وينها يمتلك 18 إلكترون توزيع 288 بعد كده درسنا مع بعض الرموز الكيميائي لبعض العناص وتكافؤاتها فعندها العنصر الهيدروجين الرمز بتاعه H السوديوم الرمز بتاعه N A القلور C L البوتاسيوم K والفضة A G ودولة التكافؤ وحادي التكافؤ أما العنصر الأكسوجين O الماغنيسم M G والكالسيوم C A والخارصير أو الزنك ZN والنحاس C U والزئبق H G ودولة سنائي التكافؤ أما الألمونيوم A L سلاسي التكافؤ والحديد F E سنائي حديدوس سلاسي حديديك بالنسبة للصيغ الكيميائي لبعض المجموعات الزرية وتكافؤها وتكافؤاتها فعندها تكافؤ المجموعة الزرية يساوي عدد الشحنات التي تحملها تكافؤ المجموعة الزرية يساوي عدد الشحنات التي تحملها كما تضح من الجدوى التالي فعندك أنت المجموعة الزرية الهيدروكسيد الصيغة الكيميائية OH تحمل شحنة سالبة واحدة النطرات NO3 يحمل شحنة واحدة سالبة النيتريت NO2 يحمل شحنة سالبة واحدة ودول اسمهم احادي التكافر بالنسبة للكابريتات SO4 سنائي يحمل اثنين شحنة سالبة والكربونات CO3 يحمل شحنتين سالبة يدى اسمهم سنائي التكافر بعد كده خطوات كتابة الصياغ الكيميائية للمركبات اول حاجة بيكتب اسم المركب باللغة العربية وبعدك يكتب اسفل كل عنصر او مجموعة زرية رمزه الكيميائية او صيغتها الكيميائية وبعد كده بيكتب التكافر اسفل الرمز او الصيغة الكيميائية بعد كده يتم تبديل التكافؤات مع مراعاة اول حاجة عدم كتابة الرقم الدال على التكافر الاحادي فهنا عنديك كولوريد الفضة AGCL فهنا يبقى AGCL ده احادي وده احادي يبقى AGCL بالنسبة لي وضع المجموعة الزرية داخل قوسين عند كتابة رقم التكافر اسفلها فهنا عندينا هايدروكسيد النحاس CU بنقصين OH فهنا يقبل قريقة الكتابة CU OH بنقصين 2 يبقى CU بنقصين OH 2 يبقى اسمه هايدروكسيد النحاس يبقى عن بدن مع بعض هنا ايه الOH تكتب في رقم 2 والCU رقم 1 بالنسبة لي اختصار الارقام الدال على التكافؤات الابسط صورة كلما امكن ذلك فعندك انت اكسيد الزئبق HGO هنا اثنين وهنا اثنين فاقول HO HGO يبقى الكتب اكسيد الزئبق HGO بعد كده انواع المركبات الكيميائية وامثلة عليها فهنا عنديك حمض نوع المركب حمض طريقة كتاب الصغط الكيميائية تبدأ بالهايدروجين H وتنتهي بعنصر اللافلزي معادة الاكسوجين او بمجموعة ذرية سالبة الشحنة معادة مجموعة الهايدروكسيد OH سالب 1 فامثلة لها حمض الهايدروكولوريك HCL اما حمض الكابريتيك H2SO4 بالنسبة للقاعدة تبدأ بعنصر فلزي او مجموعة ذرية موجبة زي ال NH4 موجب 1 وتنتهي بمجموعة الهايدروكسيد OH سالب 1 فعندك هيدروكسيد السودوم NAOH هيدروكسيد النحاس CU بن قصين OH2 CU OH بن قصين 2 بالنسبة لأكسيد تبدأ بعنصر فلزي او لا فلزي تنتهي بالأكسوجين OH فعندك اكسيد الزيبق HGO اكسيد النحاس CU OH سان اكسيد الكربون CO2 ثالث اكسيد الكابريد SO3 بالنسبة للملح تبدأ بعنصر فلزي او مجموعة ذرية موجبة NH4 وتنتهي بعنصر لا فلزي معدد أكسوجين او بمجموعة ذرية سالبة الشحنة معدد مجموعة الهايدروكسيد OH سالب 1 فمديك امثلة كروريد الصوديوم NCL نطرات الصوديوم NA NO3 كابريتات المغنيسم MgSO4 وبكده يكون وصلنا معاكم نهاية الدرس النهاردة الدرس القادم سوف نشرح مع بعض التفاعلات الكيميائية فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته